بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلبة وطالبات المدارس السنوية الزراعية أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة وحلقتنا إن شاء الله النهاردة هتبقى خاصة بطلاب مجال فني إنتاج الحاصلات البستانية لمادة من أهم المواد اللي بيتم طبقها في الحياة العملية وهي مادة الزراع المحمية وفي مادة الزراع المحمية إحنا هنا من اسمها إن احنا بنوفر مجموعة العوامل البيئية اللازمة لنمو النبات لسببين السبب الأولاني الحصول على أعلى انتاجية والسبب الثاني إنتاج بعض الحاصلات في غير مواسمها نظرا للحاجة إليها طول العام طب إيه هي أهم الحاصلات اللي حيتم دراستها في هذا المقرر بالنسبة لنا حيتم دراست مجموعة من نباتات الخضر زي نبات الفلفل ونبات الطماطم ونبات الخيار ونبات الفصولية ونبات الفراولة وحنتطرق لدراسة بعض محاصيل الفكهة زي العنب والموز والمنجة وحندرس بعض نباتات التزين الداخلي نباتات الصوب اللي هي نباتات الزينة ونبات الجبسوفيلة ونبات الورنفل ونبات الجربيرة ونبدأ النهاردة إن شاء الله أول حلقتنا وأول نبات من النباتات وهو محصول الفلفل زي ما احنا شايفين في الصورة دلوقتي ده نباتات الفلفل في الصورة الثمرية والصورة البزرية والصورة الخضرية طيب عشان أنا أنتج نبات داخل النظام المحمي أو باتباع الطرق المحمية ليجب علي أن أنا هنا أعرف إيه هي الاحتاجات البيئية ليجب توفرها أن أنا أقدر أوفرها له داخل البيت المحمي أو تحت الأنفاء أول حاجة درجة الحرارة بلاقي نبات الفلفل اللي عندي نبات بيحتاج إلى نموسم نمو دافئ يعني هو بيحتاج إلى درجة حرارة إلى حد ما شبه مرتفع يبقى هو نبات بيحتاج إلى درجة أو موسم نمو دافئ طيب درجة الحرارة المناسبة للإنبات بتاعه والنمو الخضر كام بلاقي أن درجة الحرارة المناسبة عندي لنمو نبات الفلفل من 25 إلى 30 درجة مئوية ودي تعتبر أفضل درجة لنبات بذور الفلفل الدرجة الثانية هي درجة المجال الحراري اللازم للنمو الخضري حتى نصل إلى مرحلة الإظهار بلاقي أن درجة الحرارة في مدى حرارة من 16 درجة ليلا إلى 32 درجة نهارا طيب إيه اللي يحصل لو تعرض نبات الفلفل اللي عندي إلى درجة حرارة أقل من كده أو أعلى من كده انخفاض درجة الحرارة هيعمل عندي مجموعة من المشاكل أول مشكلة ضعف النمو الخضري وإذا حصل عندي ضعف في النمو الخضري بالتالي هيحصل عندي ضعف في إنتاجية المحصود الحاجة اللي بعد كده بتؤثر عليها انخفاض درجة الحرارة تأخير الإظهار بلا النبات بتاعه بيتأخر في عملية الإظهار وأيضا ده بيؤثر على كمية المحصود يبقى أول حاجة لو النبات بتاعه تعرض إلى درجة حرارة منخفضة النمو بتاعه بيتأخر وعملية الإظهار بتاعتي بيتتأخر وعندي عملية مهمة جدا النبات الفلفل من النباتات خلطية التلقيح يعني بيبقى عندي حبة لقاح بتنمو على موتوك الميسم هذه حبة اللقاح عند ارتفاع انخفاض درجة الحرارة بتؤثر على حيوية إنبات حبوب اللقاح وبالتالي بيؤدي إلى ضعف المحصود طيب لو حصل عندي ارتفاع في درجة الحرارة إيه اللي بيحصل لو حصل عندي ارتفاع في درجة الحرارة بلا النبات اللي عندي بيصاب بحاجة اسمها لسعة الشمس بتؤثر عندي على الثمار بلا إن في جزء من الثمرة بيتعرض للإصابة جزء من الثمرة بيتلف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة يبقى ده أول عامل من ضمن العوامل درجة الحرارة طيب العامل التاني من العوامل المهمة جدا التي تؤثر على نمو نبات الفلفل داخل البيوت المحمية أو داخل الأنفاء عندي حاجة اسمها الإضاءة اللي هي نسبة شدة الضوء نبات الفلفل اللي عندي منتبر من ضمن نباتات المحايدة ضوئيا لا هي نباتات نهار طويل ولا هي نباتات نهار قصير بس عندي هنا في حاجة يجب أننا رأيها في إنتاج الفلفل أن النبات بتاعي لا يجب أن يتعرض لشدة حرارة عالية يعني ما بتعرضش لشدة إضاءة الحرارة بتؤدي لفترة الإضاءة وفترة الإضاءة تؤدي لحرارة وجود فترة إضاءة عالية حيؤدي إلى إصابة النباتات أو إصابة الثمار اللي عندي وكذلك تساقط الأزهار يبقى عندي نبات الفلفل من ضمن النباتات المحايدة ضوئيا وكمان أراعي أن النبات دوت لا يتعرض إلى فترة إضاءة شديدة أو فترة إضاءة طويلة حتى لا يؤثر على تساقط الأزهار بتاعتي أو تأخر نمو السمار من ضمن العوامل التي تؤثر على النبات زي ما احنا وضحنا الإضاءة طيب أنا هنا نبات وتقريبا بينمو في بدايات فصل الصيف وأنا زرع وعندي في مشكلة في شدة الإضاءة أتغلب عليها إزاي أنا هنا برضو بتكلم تاني على داخل البيوت المحمية أو داخل الأنفاء أنا هعمل حاجة مهمة جدا حاجة على البلاستيك بتاع الصوبة بتاعتي وأعمله رش بمادة تسمى السبيداد لعكس إشاعة الشمس أو عكس نسبة من الإضاءة الحاجة التانية إن أنا أحط على الصوبة بتاعتي من برة أو فوق أسلاك حامل المحصول شباك تظليل تعضي نسبة تظليل حوالي 30% يبقى عندي لغة حماية النباتات من شدة الإضاءة العالية إما إن أنا برش البلاستيك بتاع الصوبة بمادة السبيداد لعكس درجة الحرارة وتقليل نسبة الإضاءة أو إن أنا أفرد على الصوبة بتاعتي من الخارج شباك تظليل بنسبة تظليل 30% أو إن أنا من البداية أكون زرعوا داخل أو داخل صوب من أنواع الصوب اللي مغطاها بشباك التصديل إن نسبة التصديل بتاعتها كام 30% يبقى إحنا هنا عرفنا إيه هي درجة الحرارة المناسبة للنمو والإنبات وعرفنا إيه هي شدة الإضاءة اللازمة للنمو والإنبات وعرفنا إزاي إن أنا أتغلب على لو عندي شدة إضاءة عالية العامل التاني نسبة الرطوبة داخل الصوبة أو داخل البيت المحمي أو داخل النفأ ارتفاع نسبة الرطوبة داخل الصوبة بصفة عامة بيؤدي لانتشار الإصابة بالأمراض يبقى أنا هنا عندي يجب أن أنا أراعي أثناء الإنتاج النبات داخل البيوت المحمية أو داخل الإنفاء أن نعمل عملية تهوية لخفض نسبة الرطوبة لأن نسبة الرطوبة لو زادت عن حد معين هتؤدي لإصابة النبات اللي عندي بإيه يصاب بالأمراض الفطري طيب إذا انخفضت نسبة الرطوبة إذا انخفضت نسبة الرطوبة أيضا هتؤدي عندي إلى مشكلة وهي عدم قدرة حبوب اللقاح على الإنبات مما يؤدي إلى التأثير على نمو المخصول يبقى هنا تكلمنا على درجة الحرارة وتكلمنا على درجة الإضاء وتكلمنا على نسبة الرطوبة النسبية طيب إيه هي التربة اللي أنا أزرع فيها الفلفل والديني محصول بدرجة عالية هلاقي أن نبات الفلفل بتاع بيزرع في مدى مختلف من الأراضي سواء كانت أراضي لزراعة الأنفاء أو تربة الصوبة بس عندي فيه هنا حاجة مهمة جدا أن نسبة الملوحة داخل تربة لا تزيد عن 1.5 ملي موز يبقى أنا رئيس نسبة الرطوبة لو لقيتها زيدة عن 1.5 ملي موز هابدأ أعالج نسبة الأملاح اللي عندي في التربة يبقى نسبة الأملاح ما تزيدش عن 1.5 طيب إيه المشكلة اللي حصلت لو نسبة الأملاح زيدت كل ارتفاع مقداره 1.5 ملي موز فوق ال 1.5 ملي موز بقى يلاقي أن المخصول بتاعها بينخفض بمقدار 14% إذن هنا هابدأت لقي خسارة كبيرة يبقى أنا هنا رائي دايما أن الطربة بتاعتي تكون نسبة الأملاح اللي عندي في حدود الحد المسموح به ولو عندي نسبة عالية أبدأ أعالجها قبل إجراء عملية الزراعة إذن ارتفاع الملوحة قلنا بيؤدي إلى انخفاض نسبة المخصول بنسبة 14% لكل ارتفاع مقدار 1 ملي موز وأيضا ارتفاع نسبة الملوحة بيؤدي إلى إصابة بالعفن الطري في سمار الفلفل طيب أزرع الفلفل بتاعي إمتى؟ عندي فيه معادين مهمين جدا لزراعة الفلفل أنا الفلحالة الأولى لو أنا زرعه تحت الأنفاء بيتم إنتاجه من منتصف شهر نوفمبر عشان يمكنني من الحصول على محصول خلال منتصف شهر ينايل الحاجة الثانية برضو في نفس المعادة لو أنا حزرعه محمل على نبات الخيار ممكن أأخر الزراعة بتاعتي شوية لحد شهر ينايل طيب لو أنا زرعه داخل الصوبة بيتم زراعة الفلفل داخل الصوب بشتل الشتلات ابتداء من شهر أغسطس حتى شهر سبتمبر يبقى بلاحظ هنا أن عندي لو أنا حزرع النبات داخل الصوبة أنا ممكن أزرعه بدر شوية لإمكانية التحكم بدرجة كبيرة في العوامل البيئية المؤثرة على النمو النبات طيب النبات بتاعي أزرعه بقد إيه تقاوي والله أنا هنا برضو بتكلم على حالتين لو عندي أنا زارع داخل نفأ أو زارع داخل صوبة حلاق الصوبة بتاعتي أو أنا بحتاج للفدان من خمس تلاف إلى عشر تلاف شتل لو أنا حزرع داخل صواني أنا بحتاج من خمس تلاف إلى عشر تلاف شتلة من شتلات الفلفل أجيبهم منين؟ قال لي بيجيبهم من ستين إلى مية وعشرين جرام بزرة لو أنا هعمل إنتاج الشتلات داخل المزرعة بتاعتي بحيث أن يبقى عندي كسافة نباتية موجودة داخل الصوبة مساحتها أو بتكون 3 و 2 و 2 من عشر لكل 2 ونص بحيث أن هي تكون 2 إلى 2 ونص شتلة في كل متر مربع يعني تقريبا حوالي شتلتين في المتر المربع طيب إيه هي الأصناف اللي بيتم زراعتها من نبات الفلفل نلاحظ برضو معلومة عندي هنا أن كل 100 متر مكعب 100 متر مربع من مساحة الصوبة بيحتاج من 2 إلى 3 جرام بزرة وزي ما أنا وضحت أن الفدان بيحتاج من خمس تلاف إلى عشر تلاف شتلة دي أنا بنشتريها صواني ولو أنا محتاج أن تجه عندي داخل المشطة الخاص بي بقى أستخدم لها من 60 إلى 120 جرام من البزرة طيب إيه هي أهم الأصناف اللي موجودة؟ أهم حاجة أدور عليها ما هواش اسم الصنف لأن الأصناف بتاعتي متغيرة بصفة عامة ومستحدثة بصفة عامة بلاقي الأصناف بتاعتي أهم ميزة فيها بتتميز بالنمو الخضري القوي وموسم نمو طويل لإمكان الإنتاج لفترات طويلة الحاجة التانية أنه هو بيتحمل مدى مختلف من درجات الحرارة أهم صنفين عندي بيتم إنتاجهم داخل الصوب هاجين جالكسي وهاجين جارديان ودول يعتبروا أهم صنفين بإنتاج نبات الفلفل داخل الصوبة طيب هل كل النباتات اللي تصلح للزراعة داخل الأنفاء تصلح للزراعة داخل الصوبة هو فعلا أنا ممكن كل اللي بيزرع في النفاء أنا ممكن أزرعه داخل الصوبة وليس العكس فلاقي هنا عند الصنفين اللي أنا استعرضتهم اللي هو هاجين جالكسي وهاجين جارديان دول بيتم إنتاجهم داخل الصوب أما الهجن التي تزرع داخل الأنفاء فيها مسميات تكتيرة جدا هاجين كولومبو وتيستي ومليتو وانطونيو ومياتا وفيدي وقوردي وفي عندي فيه ملحوظة دايما بأكد عليها إن دايما الأصناف بتاعتي مسمياتها مستحدثة وبيتم استحداثها كل فترة بيخرج للسوق مجموعة من الأصناف الحديثة الأصناف اللي احنا استعرضناها مع بعض دي أصناف من أصناف الفلفل الحلو وعندي فين وين أو صنفين من أصناف الفلفل الحريفة اللي هي الكارمن والسوبر شيلي دول أهم الأصناف طب أزرع البزرة بتاعت ازاي البزرة بتاعت فيها عايز أصرع نسبة الإنبات فيجب عندي إنه نعمل عملية نقع للبزرة داخل الماء الجاري إزاي؟ أنا أجيب البزرة بتاعتي وحطها داخل كيس بنسبة تلت يعني أخط البزرة بنسبة تلت كيس وحطها في ماء جاري لمدة 24 ساعة ده حيساعد في زيادة نسبة الإنبات بعد كده حجيب صواني الزراعة وإيه؟ أزرع فيها البزرة بعد تعبائتها بالطربة المناسبة وبعد هنا أغطيها وبحطها في مرقض البزرة المناسبة أو داخل الصوبة حتى تنبت ويخرج عليها عدد من الأوراق اللي بعد كده بيسمح في زراعتها في الأرض المستديم يبقى أول حاجة إن أنا بجيب البزرة بتاعته وبعمل لها نقع في ماء جاري لمدة 24 ساعة بعد كده بيتم الزراعة في صواني بعد خلطها بتعبائتها بمخلوط التربة بعد كده بيتم متابعتها بمياه الري حتى يخرج على النبات من أربع إلى خمسة أوراق حقيقية وده بيكون ده معدل زراعة أو معدل خروج الأوراق أو المعدل الأمثل لنقل الشتلة إلى الأرض المستديمة نشوف مع بعض شكل الشتلة بتاعنا إزاي وتعامل معها إزاي أدي شكل شكل الفلفل اللي خرج عليها عدد الأوراق اللي قلنا عليها من أربعة إلى خمسة أوراق حقيقية هنا بلاحظ إن هنا استخرجت الجزء القاعدي من الشتلة موجود بالتربة بتاعتي بيعندي هنا علامة لما أجي أزرع الشتلة سواء كان داخل النفق أو داخل الصوبة بيكون العمق بتاع الزراعة أقل من العمق اللي كانت موجودة عليه داخل الصينية زي ما أنا حطط في المؤشر لو أعنا بصينا كده بيكون في فرق حوالي مسافة حوالي 2 سنتي بيكون أسفل سطح الطوبة عما كان مستوى وجود الشتلة داخل الصينية زي ما احنا شايفينها تاني نراجع الصورة مرة تانية حلاقي بيكون عندي لو أنا حزرع الشتلة في الأرض البتاعتي أو داخل الصوبة أو داخل الأنفق بيكون مستوى زراعة الشتلة بيكون مستوها أقل يعني أنا بأخد جزء زيادة من ساق النبات أسفل سطح الطوبة بمقدار حوالي 2 سنتي بأزرعها ازاي؟ بأزرع الشتلات بتاعتي على بعد بين الشتلة والتانية 50 سنتي وبأزرعها على جانبي خط الرأي سواء كان على النفق أو على خطوط الصوبة بس براعي هنا لو أنا ده زارع على الأنفق الزراعة بتاعتي بتكون متبادلة يبقى النباتات بتزرع أو الشتلات بتزرع على مسافة 50 سنتي على جوة المتبادلة على جانبي الخط أو لو أنا زرعها داخل الصوبة بيكون الزراعة بتاعتي متقابلة داخل الصوبة يبقى هنا براعي دايما أن عندي الزراعة بتكون على عمق أكبر من العمق لكينة الشتلة مزروعة عليه لأضمن نسبة عالية من الحيوية وعدم فقد الشتلات وحاجة تانية أن أنا بزرع على مسافة قد إيه؟ مسافة 50 سنتي وبيكون المسافة على جانبي خط الرأي طيب لو أنا بزرع في الصوبة زي ما احنا شايفين الصورة عندي أن أنا بزرع في الصوبة على نفس المعدل بالزبط أن أنا بزرع على مسافة من 50 سنتي بين الشتلات بس هنا بيكون الزراعة في جوة متقابلة مش متبادلة زي الزراعة في الأنفق وقلت أن أنا بزرعها على عمق أكبر من 2 إلى 3 سنتي داخل الصوبة طيب هنا أول عملية مهمة في عملية الخدمة داخل الصوبة عملية الري طيب الري اللي عندي سلامة أنا داخل نبات داخل صوبة لاجب أن أنا أوفر له لاحتياجات المائية المناسبة لأن ارتفاع نسبة الرطوبة أو نسبة مياه الري هيؤدي لزيادة نسبة الرطوبة وزي ما احنا وضحنا أن زيادة نسبة الرطوبة هتعمل عندي مشكلة في زيادة الأمراض الفطري وكمان هتعمل عندي إعاقة في نمو حبوب اللقاح وبالتالي انخفاض نسبة المحصول يبقى هنا الرأي بتاعي يجب أن يكون رأي منتزم بس هنا برضو في مشكلة أننا رأي النبات بتاعي ما عطشوش يعني ما عرضوش لدرجة جفاف معينة لأنه بيضعف النمو وبالتالي يقل حجم السمار وبيقل المحصول وزي ما احنا وضحنا أن زيادة مياه الري تسبب انتشار الأمراض الفطري طيب التسميين عندي هنا معدلات سمادية مختلفة بتختلف من النفق للصوبة ونشوفها مع بعض بلاقي عندي أننا بحتاج أثناء تجهيز أرض النفق إلى 20 متر مكعب سماد بلدي متحلل وبحتاج 5 متر مكعب سماد دواجن بجيب 100 كيلو جرام سلفات نشادر و300 كيلو جرام سوبر فسفات و100 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم و100 كابريت زراعي و50 كيلو جرام سلفات ماغنيسيوم ودولا بيتم خلطهم وإضافتهم قبل إعداد الأرض للزراع طيب بعد كده بلاقي عندي بعد الشتل بعشر تيام حتى قبل انتهاء المحصول بحتاج هذه الكميات من الأسمدة 50 كيلو جرام نيتروجين و110 كيلو جرام فسفور و275 كيلو جرام بوتاسيوم و100 كيلو جرام سلفات ماغنيسيوم بضيف دولا على فترات في مياه الري على دفعات أسبوعين داخل الصوبة عندي الصوبة المساحتها 540 متر مربع بيتم تجهيزها بيحط فيها 1 متر مكعب سمات بلدي و3 متر مكعب سمات دواجن 10 سلفات نشادر 20 كيلو جرام سفور فسفات 5 سلفات بوتاسيوم 10 كيلو جرام كابريت زراعي و5 كيلو جرام سلفات ماغنيسيوم وقلت دولا بيتموا أثناء تجهيز أرض الصوبة للزراعة طيب عندي بعد الزراعة داخل الصوبة بجيب كمية من الأسمدة المعدنية 100 كيلو جرام نيتروجين و57 كيلو جرام فسفور و125 كيلو جرام بوتاسيوم و20 كيلو جرام سلفات ماغنيسيوم بيتم خلطهم وأيضا بيتم إضافاتهم على دفعات أسبوعية في مياه الري هنا المعدلات السمادية بتاعتي طيب أنا زرعت النبات والنبات بتاعي اتوجت داخل الصوبة عندي النباتات بتاعي زي من قلت النباتات اللي عندي بتزرع داخل الصوب بتتميز أن هي نباتات قوية النمو تبسق الفلفل ساق ضعيف فأنا محتاجة أعمله عملية تدعيم تدعيم نبات الفلفل داخل الصوبة بيتم تدعيمه بطريقتين الطريقة الأولى اسمها طريقة الأوتاد والطريقة التانية اسمها طريقة التربية الرأسية ودلول العمليات في غاية الأهمية وبتؤثر عندي على إنتاج المخصول أول طريقة التربية بالأوتاد أو التدعيم بالأوتاد الخشبية إيه اللي بيتم بصوا معايا كده حضرات أنا عندي الصوبة بتاعتي مزروعة بنبات الفلفل وعندي خطوط الخيوط بتاعة حامل المخصول دي حاليا في طريقة التربية أو التدعيم بالأوتاد الخشبية الخيوط دي حاليا لهاش تأثير كل اللي فيها أنا بعمل إيه أنا بجيب مجموعة من الأوتاد الخشبية وبيتم تثبتها على جانبي الخط طب طولها قد إيه طولها متر ونص بحط الأوتاد ديه على مسافة من 2 تلاتة من 10 متر الوتاد اللي عندي طوله متر ونص وبيكون على جانبي الخط والمسافة بين كل وتد والتن زي ما احنا شايفين 2 تلاتة من 10 متر طيب إيه اللي بتم عن طريقها عملية التدعيم بيتم ربط 3 أدوار من خيوط الدبارة زي ما حنشوف دلوقتي الخط الأولاني بيبقى على ارتفاع 60 سنتي الخط التاني على ارتفاع 90 والخط التالت على ارتفاع 120 يبقى أنا هنا بعمل 3 خطوط من الدبارة بربطها في الحوامل اللي موجودة على جانبي الخط وبعد كده بيتم ربط خيوط أفقية بجوار النباتات على كل ما بين كل خطين بيتم ربط خيوط أفقية 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 لتثبيت النباتات هنا أول طريقة من طرق التربية عندي بيتم التربية وتثبيت النباتات بحاجة اسمها الأوتاد الخشبية نوضح تاني أن الأوتاد الخشبية طولها 150 سنتي بتتحط في الصوبة وتتثبت على جانبي الخط على مسافة 2.3 من 10 متر وبيتم تثبيت خط من الدبارة على ارتفاع 60 و90 و120 وبيتم ربطها تلك الخطوط مع بعض على جانبي الخط بخطوط دبارة أفقية تب ايه اللي بيتم؟ اللي بيتم حاجة مهمة جدا أني أنا باجعل النبات اللي عندي اللي موجود داخل الصوبة أنا بأشيل منه بأشيل منه النموات الجانبية وبأسيب فيه فرعين 2 بس الطريقة التانية طريقة التربية الرأسية ودي بيتم تربية النباتات على خيوط حملة بتتعمل ازاي؟ بصوا معايا باجي على النبات بتاعي عند ارتفاع 30 سنطي بزيل جميع النموات الجانبية بما فيها النموات الخضرية بأشيلها من أباط الأوراق بعد كده باجي اختار فرعين كبار أو 3 باختار نباتين فرعين كبار أو 3 دول بيوجهوا على الخيوط الرئيسية بعد كده بيتوجهوا على الخطوط حتى سلك حامل المخصول وببدأ ألف الخيوط أو النباتات دي يتحول الخيط أسبوعيا الأعمالية اللي بعد كده في غاية الأهمية الفروع الجانبية كلها بتقلم فور ظهور أول سمر يعني أنا بسيب فرعين والفروع اللي باقية بسيبها اتطلق لي سمر واحدة واشيري للفرع الباقي يبقى عندي فرعين جانبية فرعين رأسيين أو 3 بخليهم يستمروا على الخيوط بتاعة حامل المحصول أما النموات الجانبية أنا بسيب كل نمو جانبي حتى يحصل منه على ثمرة واحدة وأشير الباقي عشان أنظم كثافة نمو النباتات وما يحصلش عندي مشكلة في الإصابة بالأمراض الفطرية طيب زي ما احنا وضحنا أنا بزرع عندي داخل صوبة أو داخل نفق إذن هنا نسبة الرطوبة بتكون محبوسة داخل النبات أغلب عليها زي بعمل عملية تهوية الغرض منها خفض نسبة الرطوبة عشان ما يحصلش عندي إصابة بالأمراض الفطرية ويحصل عندي فقد في نمو النبات أو ألجأ للإصابة أو رش المبيدات الحاجة الثانية لعملية التهوية دي بعملها عشان تقللي تكاسف بخار الماء على سطح الداخلي داخل البلاستيك لما البخار الماء يتكاسف داخل البلاستيك ويوعاد تسقطه على البراعم الزهرية حلاقي عندي في مشكلة في نمو البراعم الزهرية نمو حبوب اللقاح على ما يصم الأزهار مما يؤدي إلى انخفاض نسبة المحصول يبقى عملية التهوية من ضمن العاملات الفنية المهمة جدا أن أنا بعملها لخفض نسبة الرطوبة وعدم تكاسف المياه فيين داخل البلاستيك على الأسطع الداخلية داخل البلاستيك الخاص بالصوبة طيب أنا هنا عشان أزود نسبة المحصول عايز أعمل تحسين لعملية العقد يعني نوفر للنبات أفضل عوامل تساعد على زيادة كمية العقد داخل الصوبة اللي هي العوامل اللي تساعد على نمو حبة اللقاح على الميسم حتى تصل إلى البويضة حتى تحصل عملية التلقية للحصول على العقد وإنتاج الثمار أول حاجة زي ما حنشوف دلوقتي مع بعض أننا نوفر العناصر الغذائية اللازمة لنمو النبات وتدفئة التربة يعني النبات اللي عند الأرض بتاعتي تبقى دافية عشان تحسن انتصاص العناصر الغذائية العمل التاني برش على النبات مادة اسمها ثلاثي يريد حامض البنزويك برش على النبات بتاعي مادة تسمى ثلاثي يريد حامض البنزويك برش عليها أيضا مادة نفسالين حامض الخليك وبرش عليها أيضا مادة البارا كولورو فينيكسي حامض الخليك يبقى هنا بأدف التربة عشان تساعد على امتصال العناصر الغذائية وبرش مجموعة من المواد التي تساعد على نمو حبة اللقاح على ميسم الأظهار مما يؤدي إلى تحسين العقد هنا براع النبات بالري والتسميد حاصة يصل إلى مرحلة النضج والحصات بيتم النضج الفلفل إمتى أو بيتم جمع المحصول بتاعي إمتى بيتم الجمع بعد دسعين يوم من زراعة الشتلة يبقى أنا بازل على الشتلة وبعد دسعين يوم بيبدأ موسم الجمع بيتم الجمع كل خمس إلى عشر أيام ينزل لما ما لعندي بيجمعه الثمار النضجة كل خمسة إلى عشرة أيام بيستمر الجمع لمدة خمس لست شهور في الصوب وبيكون فترة الجمع لمدة أقل شوية في الأنفاء بتبقى من اثنين إلى ثلاث شهور يبقى بالنسبة لعملية الجمع بيتم الجمع إمتى بعد دسعين يوم من الزراعة أنا بنزل للمزرعة بتاعتي بنزل على الصوبة بنزل على النفق أبص على الثمار بتاعتي ألاقيها وصلت لمرحلة النضج التجاري بيبدأ أنزل الأعمال بتوعي جمعه بيتم الجمع مرة كل خمسة إلى عشرة أيام مستوى أو مستوى جمع المحصول الفترة اللي بجمع فيها النبات أقدي إيه من خمس لست شهور لو أنا زارع جوه صوبة ولو أنا زارع جوه نفق بيتم الجمع لمدة اثنين إلى ثلاث شهور طيب المحصول اللي عندي أقدي إيه لو أنا زارع صوبة محصول الصوبة من عشرة إلى اتناشر طن ولو أنا زارع داخل الأنفاء بيديني من ثمانية إلى خمستواشر طن للفدان يبقى الصوبة بتاعتي بتدي من عشرة إلى اتناشر طن النفق بتاعي بيدي من 8 إلى 15 طن فلفل وكده يبقى استعرضنا أول نبات عندي من نباتات اللي بيتم زراعتها داخل الصوب وتحت الأنفاء نبات الفلفل النوع التاني برضو من ضمن النباتات وهو وظيف عزيز علينا دايما ومعانا في كل أكلاتنا وفي أطباق الصلطة ومهم جدا أهمية الاقتصادية عالية جدا هو نبات الخيار وهو من ضمن أهم النباتات أيضا التي تحتاج إلى رعاية مهمة داخل الصوب نبات الخيار لوين قبل ما ننتقل لنبات الخيار هبص هنا في مشكلة عندي زي ما احنا وضحنا ارتفاع نسبة الرطوبة ارتفاع شدة الإضاء ارتفاع درجة الحرارة بيؤدلوا حدوث بعض المشاكل وممكن حضراتكم وإحنا بنتسوق نباتات الفلفل بنبص عليها نلاقي الصور اللي احنا شايفينها قدامنا حاجة اسمها العفن الطرفي بلاقي الثمار بتاعته زي ما احنا شايفين بتصاب بعفن الطرف ايه السبب بتاعها انخفاض نسبة الرطوبة او ارتفاع درجة الحرارة او نقص مستوى عنصر الكاليسيوم داخل الصوبة وفي حاجة تانية لو ارتفع عنصر الماغنيسيوم ايضا بيؤدي الى انخفاض نسبة معدل امتصاص الكاليسيوم مما يؤدي الى حدوث هذه الظاهر الصورة اللي قدامنا تاني نبص عليها مع بعض كده حلاقي فيها ثمار فلفل مصابة بعفن الطرف ودي قلنا سببها نقص مستوى الكاليسيوم وسببها ارتفاع نسبة الماغنيسيوم وسببها نقص في نسبة الرطوبة الارضية وده بيوضح لي ايضا ضرورة الاهتمام بعملية الرأي من ضمن المشاكل ايضا التي تصاب بها ثمار الفلفل لفحة الشمس ودي صورة لثمرة الفلفل المصابة بلفحة الشمس ودي بتيجي نتيجة نتيجة ضعف النمو الخضري او تحرض النباية لتدرجة حرارة عالية او شدة الاضاءة يعني انا ما اتبعتش عملية التصديق اللي انا عملتها نبص تاني كده على النمط الاولاني او الصورة التانية اللي هي عفن الطرف عشان نفرق ما بين الصورتين دي بلاقي جزء من الصمرة في طرفها مصاب بالعفن اما الحالة التانية دي دي صورة مصابة بلاسعة الشمس نيجي المحصول التاني اللي هنتكلم عليه من ضمن محاصيل الزراع المحمية وهو محصول الخيار الصورة اللي قدامنا بتوضح لي بزرة الخيار وبتوضح لي الثمرة بتاعة نبات الخيار على النبات داخل الصوبة عشان برضو انتج نبات داخل الصوبة او داخل البيوت المحمية لابد ان انا اسعى لمعرفة اهم العوامل البيئية المؤثرة على نمو النبات اول حاجة درجة الحرارة نبات الخيار من ضمن محاصيل الخضر الصيفية يعني عايز درجة حرارة الى حد ما عليها درجة الحرارة لازمة للانبات بتاعي من 25 الى 30 درجة مقوية بلاقي عندي الحرارة المناسبة للازهار بتبقى في نفس المدى تقريبا من 25 الى 38 درجة في النهار وابتنخفض برضو في درجة الحرارة في الليل من 17 الى 20 درجة مقوية ليلا يبقى هنا دايما راعي ونبنتج نباتات داخل البيت المحمية ان انا اعرف ايه في السيولوجيا النبات وهي العوامل الحرارية او العوامل البيئية المختلفة اللازمة للنمو من درجة حرارة ومن رطوبة ومن تهوية قلنا درجة الحرارة اللازمة للنبات يقدي ايه من 25 ل 30 بروف عليك درجة الحرارة الناسبة يقدي ايه والعقد من 25 ل 38 و30 درجة الحرارة في الليل اللي بيتعرض لها النبات ما تقلش عن كم ما تقلش عن 17 الى 20 درجة مقوية ملاحظ عندي طالما انه نبات عندي نبات صيفي اذا ان هو نبات لا يتحمل السقيع حيث يؤدي هذا السقيع الى احتراق حواف الاوراق والورقة مصنع الغذاء يبقى لانا وانا هدرت في مصنع الغذاء بتاعي نمو النبات بتاعي هيبقى منخفض مما يؤثر في النهاية بناء الضوئي ولما بيأثر على عملية البناء الضوئي بيأثر على تكوين الكربوهايدرات وده حتة في غاية الاهمية حنخش عن بص عليها قدام شوية لما جعمل عملية التربية عند مرحلة معينة بيتم ازالة الاوراق لسهول الدخول الضوء الى جميع اجزاء النبات حتى يحصل درجة عالية من تكوين البناء الضوئي او بناء المواد الكربوهايدراتي الرطوبة النسبية كل مشاكل البيوت المحمية بتتضح فيه لو زادت الرطوبة النسبية حتؤدي الانتشار الامراض الفطرية خاصة بأمراض البياض الزغب طب لو انخفضت الرطوبة حتؤدي لجفاف السمار وصغر حجمها وانتشار الاكارسات يبقى هنا عندي الرطوبة بتاعتي لابد ان هي تبقى في المدى المناسب بتاعي لو زادت حتؤدي الانتشار الامراض وخاصة الامراض الفطرية لو قلت حتؤدي لجفاف السمار وصغر حجمها وبالتالي انخفاض نسبة المحصور حتؤدي الانتشار الاكارسات تمام كده يبقى هنا يجب عندي ان انا راعي ان النسبة الرطوبة عندي تبقى في الحدود المناسبة حتى لا تصاب النباتات او يحصل عندي مشكلة في انتاج الخيار طيب ايه هي الاراضي المناسبة اللي انا حازر عفيها الخيار داخل الانفاء او داخل الصوبة بيتم زراعة نباتات الخيار بتدينا متيجة جيدة جدا في التربة الرملية بمختلفها بس يا راعي عندي حاجة ان داي من الارض بتاعتي برضو تكون خالية من الاملاح وارض خصبة طيب لو في مشكلة وعندي نسبة املاح قلت بيتم معالجة الارض قبل الزراعة طيب ازرع الخيار امتى بيتم زراعة الخيار عندي في عروات مختلفة اول عروة اسمها العروة الخريفية المبكرة دي بيتم زراعة البزرة في الاسبوع الاخير من اغسطس وبيتم الشتلات في الاسبوع الثالث من سبتمبر يبقى اول عروة اسمها العروة الخريفية المبكرة بزرعها امتى بزرع البزرة بتاعتي في الاسبوع الاخير من اغسطس وبيتم استخراج الشتلات وشتلها في الارض المستديمة في الاسبوع الثالث من سبتمبر طيب العروة التانية العروة الخريفية دي بزرع البزرة بتاعتي في الأسبوع الأخير من سبتمبر ويتم الشتل بتاعي في الأسبوع الثالث والرابع من شهر أكتوبر العروة اللي بعد كده العروة الرابعية بزرع البزرة بتاعتي في شهر ديسمبر وبيتم الشتل في نهاية شهر يناير طب هنا نبص شوية كده على معاد الزراعة ليه أنا بزرع الخيار بتاعي في عروات مختلفة أولا النبات بتاعي بينمو في مدى حراري والحاجة التانية أنه بيتم استهلاكه طول السنة فأنا محتاجة أوفر النبات على مسافات على فترات بعيدة يبقى كل عروة هنا بتديني الإنتاج في فترة بتسلم العروة اللي بعدها بتسلم العروة اللي بعدها فأنا بزود عندي موسم الإنتاج فهنا لو عندي أكتر من صوبة أنا بأنتجها بمخصول الخيار يفضل أننا أزرع داخل كل صوبة في عروة مختلفة لضمان التسويق على فترات مختلفة خيب ايه هي أهم الأصناف التي تصلح للزراعة داخل الصوبة زي ما احنا اتكلمنا على أصناف الفلفل برضو عندي نفس الفكرة الأصناف اللي بتنتج داخل الصوبة تكون نموها قوي الحاجة التانية ودي مهمة جدا في الخيار غير الفلفل أن هنا يفضل الأصناف ذات العقد البكري لأن هنا كسافة نمو الخيار داخل الصوبة أعلى من كسافة نمو الفلفل داخل الصوبة فهنا ممكن عندي في مشكلة في نمو حبوب اللقوع فهنا النباتات بتاعتي لو فيها عقد بكري هتديني محصول عالي يبقى أول شرط من الشروط الواجب توفرها في أصناف الخيار التي تصلح للزراعة داخل الصوبة أنها أصناف قوية النمو الحاجة التانية أصناف ذات عقد بكري عشان أضمن نسبة المحصول بتاعتي تبقى عالية العنصر اللي بعد كده أن هي تكون لها القدرة على العقد تحت ظروف الجو البارد وارتفاع نسبة الرطوبة لأن أنا عندي هنا داخل الصوبة أنا بوفر درجة الحرrible مناسبة للنبات الحاجة اللي بعد كده وذا حدثة في غاية الأهمية المحصول بتاعي بتبقى مرتفع لأن تكلفة إنتاج النباتات داخل الصوبة تكلفة عالية فلازم يقابل هذه التكلفة العالية إنتاج عالي يؤغد إلى وجود مردود اقتصادي يبقى لازم المحصول بتاعي يكون عالي الحاجة اللي بعد كده هو حاجة في غاية الأهمية السمار بتاعتي تكون سمار زي تصفات تسويقية جيدة خالية من العيوب زي ما احنا هنستعرض بعد شوية هي اهم العيوب وكيفية التغلب عليها السمرة بتاعة تكون مستقيمة منتظمة الشكل ما فياش مشاكل ما فياش اصابات ده بيبقى بيتلقى رغبة من التسويق لدى المستهلك الحاجة التانية في عملية الجمعي وانا بجمعها يفضل ان يكون فيها جزء من الظاهرة بتاعة اثناء عملية الجمع طيب الحاجة التانية من ضمن النباتات التي تزرع داخل السوب عن عند نباتك ونموه كسيف فهنا بيبقى حرضة للاصابة بالامراض فيفضل برضو ايضا ان النبات بتاعي مقاوم للاصابة بالامراض والافات يبقى هنا كل النباتات التي تتم داخل السوب بياشترط فيها مجموعة من الاشتراطات نموها قوي تتحمل الاصابة بالامراض انتاجيتها مرتفعة سمارها جيدة تتحمل ظروف العقدة او السمار بتاعتها بتاعقد تحت مجد مختلف طب ايه هي اهم الاصناف زي ما حنشوف كده مع بعض في عندي مجموعة من الاصناف اللي بيطي تنتج داخل السوبة من اصناف الخيار الريكتور والبرينس والسامين والسويت كرانشي والسلبرين دي بس فيه نقطة زي ما احنا وضحنا ان دايما الاصناف بتاعتي كل يوم فيه جديد كل يوم فيه جديد كل يوم فيه جديد بس احنا هنلتزم هنا بالاصناف اللي تم ذكرها فيه المقاررة بتاعنا الريكتور والبرينس والسامين وسويت كرانشي والسلربتي طيب برضو من ضمن الاصناف التي تصلح ايضا فيه السوب وبتتحمل الجوة البارد والاضاءة المنخفضة مقاومة للامراض الفطرية والبيوسية لازهار المؤناسة قادرة العقد الباكري نفس الصفات اللي قلناها على الزراع المحمية كلها زي بعضها السمار بتاعتي سمار ملساء الاصناف اللي بتنتج اللي احنا نوضحناها دي كانت لزراعة داخل الانفاء الاصناف دي بتصلح لزراعة داخل الصوب الهنة باسندرا ديلتا ستار مجدي وشروق بيتو ستار وشام والنيل ومرمر والبريمو دول الاصناف بيتم زراعتهم داخل الصوب والاصناف اللي تم زجرها قبل كده بيتم زراعتها داخل الانفاء نبص عليهم مرة تانية مع بعض اللي هو الريكتور والبرينس والسامين والسيوت كرانشي والسيليبتي يبقى احنا هنا استعارضنا اهم الاصناف اللي بيتم زراعتها داخل الصوب والاصناف اللي بيتم زراعتها تحت الانفاء البلاستيكية طيب انا هنا كمية التقاول اللي بيحتاجها ايه لو انا هزرع فدان من الانفاء انا بستخدم له كمية تقاول 400 جرام بزرة لو انا هزرع البزرة في صينية وبعدين اخد منها شطلة وازرعها في النفاء طيب لو انا هاخد البزرة بتاعتي وازرعها وهل متوقع ان نسبة البزرة بتاعتي تبقى اكتر ولا اقال برافو عليك فعلا لو انا هستخدم بزرة مباشر في ارض النفاء حلق النسبة زيت شوية بدل ما هتبقى 400 جرام هتبقى 600 جرام بزرة ليه لان بيبقى عندي هنا مشكلة ان انا بدل ما بزرع بزرة واحدة في الجورة هازرع بزرتين لضمان نسبة النمو وبعد كده ممكن اعمل لها عملية الخفة على نبات واحد في الجورة لو انا زارع في الارض مباشر اما لو انا زارع شتلات او جايب الصواني بتاعتي انا بزرع لكل فدان 400 جرام بزرة بتديني معدل الشتلات المناسب اللي هو قد ايه 10,000 شتلة للفدان طيب لو انا هنا زارع صوب في الاروات الباردة بلاقي عندي نسبة الانبات بتاعتي بتبقى قليلة شوية كل 100 متر مربع من الصوبة بجيب له 250 جرام بزرة المعدل بتاعي المناسب ان كل جرام فيه 9 ل 10 بزرات احترى مهم جدا ان المعدل بتاع البزرة ده يبقى في زيني حاضر عشان اعرف بس احسب النسبة بتاعتي كل جرام بزرة فيه من 9 ل 10 بزور انا بحتاج 250 جرام عشان تديني 10,000 نبات لو انا عندي في الاروات الحارة حلاقي عندي كمية البزرة بتنخفض شوية بحتاج 250 جرام بزرة لكل 100 متر مربع من مساحة الصوبة طيب لو انا بزرع تحت الانفاء ازرع ازاي بصوا حبيبي هنا لما اجي ازرع تحت الانفاء انا دايما سواء كانت انفاء اصوب انا الارض بتاعتي بتكون مخططة الى مصادر وبيتم على ظهر كل مصطبة بيتم فرد خرطومين للراي واحد يمين واحد شماك بزرع ازاي حتي ليه مهمة جدا ونكون في شغلنا مفيش في كل النباتات اللي هنتكلم عليها تقريبا هي نفس الفكرة بزرع اللي بحط خطوط الراي على جانبية الصوبة على جانبية المصطبة وبيتم زراعة الشتلات او زراعة البزورة على مسافة بين الجرة والتانية 50 سنتي حتي ليه مهمة جدا بين الجرة والتانية قد ايه 50 سنتي طيب الجرة بتاعتي بتابعد عن المصطبة عن الخط الراي قد ايه بتابعد عن خط الراي 10 سنتي يبقى هنا عند خطين الراي حزرق على جانب خط الري بمسافة 10 سنط على مسافة 50 سنط بين الجورة والتانية سواء أنا كنت زرحة بالبزرة أو أن أنا كنت زرحة شبلة حتى المغمة جدا حط زي ما أنا وطحت أن أنا حزرع بزرة حزرع من 1 إلى 2 بزرة فيين شكرا طيب بعد كده التهوية هنا نبات الخيار من ضمن النباتات للكسيفة النمو فياكب أن أنا هنا أعمل عملية التهوية عشان أحافظ على نمو النبات لأن زي ما وطحت أن ارتفاع نسبة الرطوبة هيؤدي عندي إلى مشاكل في نمو الثمار والإصابة بالأمراض طيب أبدأ أعمل عملية التهوية إمتى بعد خروج 4 إلى 5 أوراق حقيقية على النبات بتاعي طيب أعمل إزاي لو عندي نفأ هابدأ أرفع النفأ بتاعي أعمل فيه 3 فتحات على طول النفأ يبقى أنا هعمل 3 فتحات تهوية على طول النفأ بتاعي طيب أنا إمتى أضطر أن أرفع الغطأ بتاعي رفع كامل ها لو أنا هنا أعمل عملية مكافحة بالموبيدات والأفات لابد أن أكشف الغطأ كشف كامل طيب فيه سؤال إمتى بقى أعمل رفع كامل للغطأ بتاع النفأ بتاعي ينفع أن أعملها عند انخفاض درجات الحرارة لو عندي انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة زي ما حصل في فترة دي فاتت أن احنا بنتعرض في بعض الأحيان لدرجات حرارة منخفضة بفترة يعني بيبقى الحرارة استندر بتاعها عالي ولاقي عندي في يوم فيه انخفاض حرارة أرفع لا هنا يجب عليها حاجات مهمة جدا أرعيها أثناء التعامل مع رفع الغطأ البلاستيك على الأنفاء أولا أن أرفع الغطأ بتاعي تدريجي مرفعوش مرة واحدة عشان ما يعملش صدمة للنبات الحاجة التانية نعمله في الفترة يكون اليوم اللي يتم فيه هذه العملية يكون يوم دافي وأهم حاجة بيتم إعادة الأغطية قبل غروب الشمس عشان النبات دايما في الليل بتنخفض درجة الحرارة عن النهار فأنا يجب علي أن نغطي النبات بتاعي حتى لا يتعاطي إلى درجات الحرارة المنخفضة بالنسبة للرأي بالنسبة لعملية الرأي داخل كل السوب هي كلها تقريبا زي بعضها يجب علي النبات بتاعي أن أنا رعي بالمعدلات الرأي المناسبة ما رعيش لا يتم عملية تغريق ولا يتم عملية التعطيش عشان لو أنا حصل عندي مشكلة كلما براعي نسبة الرأي بالصورة مناسبة بزيد عندي فترة التزهير وفترة الإصمار وبالتالي الحصول على إنتاج جيد مرتفع الحاجة المهمة جدا عندي في عملية الرأي عندي في فترة تين مهمين جدا في حياة النبات دي يجب علي أن نراعي فيهم الرأي لو عندي درجة الحرارة عالية في يوم درجة الحرارة أصبحت عالية لدرجة معينة أو الأيام فيها غيوم بقى يجب أننا وفر درجة رطوبة للنبات زيادة للتغلب على هذه درجة الحرارة المرتفعة حتى لا يصاب النبات بالأمراض أو بالمشاكل زي ما احنا وضحنا أن النبات الخيار لا يتحمل الملوحة في التربة ولا يتحمل أيضا الملوحة في مياه الري فوق درجة اتنين واربعة من عشرة ميلي موس يجب أن نبات الخيار مية الرأي بتاعتي يجب نسبة الأملاح بتاعتي فيها ما تزدش عن اثنين واربعة من عشرة ميلي موس لأنها تؤدي إلى حدوث مشاكل في إنتاج النبات العملية اللي بعد كده عملية تسميد الخيار في الصوب لها معدلات سمادية لو أنا بشتغل في فترة النمو الخضري بحتاج معدل طبقا للمعادلة السمادية أربعة واحد تلاتة تلاتة ولو أنا في فترة النمو الزهري والسامري بحتاج معدل طبقا للمعادلة تلاتة واحد تلاتة أربعة وعندي لو أنا في الأنفاء بحتاج مية وعشرين كيلو جرام نيتروجين ستين خامس أكسيد الفسفور مية وخمستاشر أكسيد بوتاسيام وعشرة ماغنيسيام طيب الأسمدة ديت لو أنا بضيفها بضيفها على ديه بتضاف على تلات دفعات عند إعداد الأرض للزراع ثم بعد أربعين يوم ثم بعد عشرين يوم من الدفعة الأولى من ضمن العمليات المهمة جدا بقى عانى عملية تسمى عملية التربية والتربية وده هتحتاج منك شيء من الاهتمام لأنها من ضمن أهم العمليات الفنية التي تجرى على المحصول وهي الفارقة في الحصول على محصول جيد ومحصول مرتفع أول حاجة تسمى عملية التربية نبات الخيار اللي بيزرع داخل الصوبة نبات رأسي نموه قوي بيصل ارتفاعه في بعض الأحيان إلى أكتر من ثلاثة متر تبع النبات ده عشان أوصل للمرحلة دي أعمل إيه بجيب خيط أدليه من سلك حامر المحصول وبيتم ربط هذا الخيط أسفل الورقة الحقيقية لكل أعمل العملية دي إمتى عندما النبات بتاعي يبقى عند زي ما أنتم شايفين كده أربع أو خمس أوراق حقيقية بالحجم ده بجيب الخيط بدلية من سلك حامر المحصول وبيتم ربط الخيط في حلقة أسفل الورقة الأولى أو عند قاعدة الساق يأما يرتربط الخيط في حلقة أو أنه أربط الخيط مباشر في الساق مع مراعاة أن الرباط بتاعي يبقى ما يعقش نمو الساق يعني ما يكونش مربوط بشكل جيد على الساق يكون فيه شيء من البراء بعد كده بوجه الخيط ده فين إلى سلك حامر المحصول أول عملية من ضمن العمليات الفنية تسمى عملية التربية أرجع عليها تاني والحطة المهمة جدا بعملها إمتى لما النبات بتاعي يكون خرج عليها قد إيه من ثلاث لأربع أوراق بعمل إيه بربط الخيط بربط الخيط يأما في حلقة و أثبت الحلقة دية على قاعدة الساق أسفل الورقة الحقيقية الأولى أو أن أنا أربط الخيط مباشر في قاعدة الساق بس يميرع أن الخيط دايما يبقى فيه مرونة يعني زي كده أن أنا يبقى فيه عند التساعة يعني الحلقة بتاعتي ما تبقاش مقيدة إلى النمو الساق بتاعي يبقى أربطه في حلقة يربطه مباشر وبعد كده بربط السلك بتاعه فيه في سلك حامل المحصول عشان نخش على المرحلة التانية اللي بعد كده تسمى عملية التربية أربي النبات ألا هو النبات بيتربى أو نبات الخيار بيتربى تربى إزاي والله عندي فيه حالتين فيه عروات النموات بتاعتي بتبقى السلميات بتاعة طويلة وفيه عروات السلميات بتاعة قصيرة نبص كده مع بعض أول طريقة من طرق التربية والتقليم اللي هي طريقة التقليم للزراعة الخريفية نركز شوية في الصورة اللي معانا ديت عشان نشوف إيه اللي بتم فيه أول حاجة أنا باجي على النبات بتاعي وزيل جميع الأزهار والأفرع الجانبية من آباط الأوراق حتى ارتفاع 90 سنتي أنا مش حيز بالسنتي أنا هاقسها بالعقد أعرف العقدة دي منين؟ من عند كل ورقة يبقى أنا هنا عندي هادي ورقة اتنين تلات أربعة خمسة ستة يبقى أنا عندي أول ستة ورقات باختصار أول ستة ورقات طالعين على النبات باجي عند البرعم الإبطي اللي موجود في إبط الورقة أشيله يبقى أنا حاسب الورقة واشيل مين؟ البرعم الجانبي اللي طالع سواء كان برعم زهري أو برعم خضري أكد تاني يا حضرات عند الستة عقد الأولانيين اللي طولهم حوالي 90 سنتي بيتم إزالة جميع البرعم الجانبية سواء كانت برعم خضرية أو برعم زهرية المرحلة اللي بعد كده باجي أعمل إيه؟ باجي عند الستة عقد اللي بعدها حبدأ أسيب أسيب سمرة في إبط الورقة الأولى أسيب سمرة في إبط الورقة الأولى وبعد كده عند العقد اللي بعد كده حسيب سمرتين على المرحلة اللي بعد كده بعد كده بيتم تربية النبات على فرعين وبيتم تدليتهم بعد وصولهم الى سلك حامل المحصول التربية في العروة الخريفة العروة المتأخرة بلاقي ان السلمات بتاعت بتقصر شوية فانا هنا النبات بتاعي بأزيل فيه النموات لحد من 50 الى 60 سنطي وبتترك سمرة واحدة في ابط الورقة مع ازالة الافرع الجانبية حتى 50 سلط من سلك حامل المحصول وبعد كده بقلم الافرع الجانبية الموجودة باباط الاوراق حتى تتكون ورقة حقيقية كاملة ومعاها ظهرة مؤنسة بعد كده بسيب على كل فرع من 2 الى 3 عقد بيطلع عليهم السمرة وبعد كده بشيل باقي النموات الجانبية قدي صورة لنبات الخيار داخل الصوبة بلاقي النبات بتاعي بينتج عندي عملية تحسين العقد بوفر له خلايا نحل بمعدل 1 الى 2 خلايا نحل الفدان ديت لو انا زرع في الانفاء بالنسبة للحصاد يبدأ الجمع بعد شهر ونص من زراعة الشتلات او بعد شهرين من زراعة البزرة بتجمع السمار مرة كل 2 الى 4 ايام كمية المحصول اللي عندي من 10 الى 12 طن لو انا زرع جوا صوبة لو انا زرع في نفأ بكمية المحصول بتاعتي من 10 الى 15 طن في عندي بعض المشاكل اللي بتحصل داخل السمار زي السمار الملتودة وصفة غير مرغوبة عندي نوع من انواع السمار اسمها السمار الكمثرية في عندي حاجة اسمها قلة الازهار وصغر حجم السمار وفي عندي حاجة اسمها تشوهات السمار نتيجة توقف المبايد وعدم اكتمال نموها وبكده نكون استعرضنا مع بعض اول نباتين من النباتات اللي بتم دراستهم في مقرر الزراعة المحمية نبات الفلفل ونبات الخيار واستعرضناهم من حيث كل المعاملات التي تجرع على النبات داخل الصبع وداخل النفأ واعرفنا ايه هي كمية التقاوي وكيفية الزراعة وما هي الاحتجاجات البيئية اللي يجب توفرها حتى ان وصلنا لمرحلة التربية والتقليم وفي النهاية مرحلة جمع المخصول وبكده استخداء اول نباتين معنا في مقرر الزراعة المحمية تم الانتهاء منهم وان شاء الله حنتابع مع بعض باقي النباتات اللي احنا تكلمنا عليها اللي حيتم دراستها سواء كانت نباتات اللي تتبع تصنيف الخضار او نباتات التي تتبع تصنيف الزينة او نباتات التي تصنيف نباتات الفكهة التي تزرع داخل البيوت المحمية او داخل الانفاء ان شاء الله نلتقي بحضراتكم في حلقات جديدة فترة اللي موجودة بالنسبة لنا لحد الامتحانية فترة لحد ما اصبحت قريبة هتحتاج مننا كلنا ان احنا نهتم ونتابع نراجع درسنا من كتابنا المدرسي ونتابع برامجنا التعليمية للوزارة بتوفرها لنا على القناة التعليمية واحنا بالنسبة لنا في التعليم الفني عملنا جروب على الفيسبوك عشان يبقى في ايديكو وعملنا كمان قناة على التليجرام بيتم من خلالها توفير المادة التعليمية اللي بيتم بسها في خلال التلفزيون المصري ربنا يا وفاقكم ونشوفك على خير في علاقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم